صباح الخير هاجر صباح الخير مشاهدينا بالفعل هاجر نقول لك يعني العودة من جديد إلى الاستقرار وهذا على أغلب ولايات الوطن لكن درجات حرارة جدا منخفضة بالفعل درجات دون الصف يعني عشر درجات تحت الصف سجلناها صبيحة اليوم حتى أمسية أمس على منطقة البيض الجيل فاتية تحتى منطقة السطيف كذلك على بورت بوريش باتنا خنش لاسقه هاج يعني درجات تحت الصف على المناطق الداخلية هذه الأجواء الباردة حتى تمست كذلك المناطق الجنوبية سجلنا حوالي درجتين تحت الصف على منطقة بشر درجة واحدة تحت الصف على الخطرة بأضرار عين صالح كذلك على منطقة إليزيو واجهة يعني أجواء جد باردة تميز جل ولايات الوطن بدون استثناء يعني على سواحي الوطنية حوالي ما بين درجتين إلى أربع درجات يعني الأجواء الباردة خلال هذه الفترة للصفة رهي سيدة الموقف على جل ولايات الوطن بدون استثناء هذه الأجواء الباردة إن شاء الله ستستمر إلى خلال أيام القليلة المقبلة ونبقى إن شاء الله نعيش دايماً أجواء مستقرة صافية إلى غاية يوم الخمس بحول الله وحسب آخر نماذج الرقمية للرصد الجوي تشير هناك إضطرابات سلسلة من الإضطرابات الجوية بحول الله ستتمس المناطق الغربية هذه المرة إن شاء الله بأمطار نوعاً ما ستكون معتبرة محلياً هذا الإضطراب الجوي إن شاء الله يكون بداية من يوم الجمعة إن شاء الله لنتقل إلى المناطق الوسطى كذلك وحتى المناطق الشرقية يعني حسب آخر نماذج هاجر إن شاء الله نتوقع هناك إضطراب جوي كذلك سيكون نشيط الفعالية وهذا بداية بحر الأسبوع المقبل بحول الله يوم الأحد إن شاء الله بداية من يوم الأحد أو الأثنين ستكون هناك إضطراب جوي نشيط الفعالية سيكون محمل بأمطار بتساقط للثلوج إن شاء الله وتتوقع حسب آخر النماذج أنها تشير إلى أن الأسبوع المقبل سيكون إضطراب جوي نشيط الفعالية وهذا على مدار طيلة الأسبوع إن شاء الله ونتمنى إن شاء الله مع الأجواء الباردة ودرجات الحرارة الجد المنخفضة كما سلفت الذكر ستسمح بتشكل الجريد خاصة على المناطق الداخلية الغربية الوسطى والشرقية لهذا نقول لكل السائقين يردوا بالهم في الطرقات وكذلك الجريد هاجر حسبا تحدثي مع المختصين وأهل الفلاحة قالوا لأن الجريد أثر على المنتوج الفلاحي لهذه السنة للأسف كونه أن المدة الزمنية راح الطول لهذا يعني الحطة فيما يخص طرقات الحطة والحذر خاصة مع انخفاظ درجات الحرارة عود إليك هاجر وإن لديك سؤال فالتفضل شكرا لك حاسي بكروش قدمت كل تفاصيل حول هذه الوضع